لقيا سبعة مدنيين بينهم ستة أطفال مصرعهم وأصيب أخرون بجروح بليغة إثرى تساقط قذائف عشوائية على حي سكني بمدينة بنغازي شرقي ليبيا الليلة الماضية وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليا إن تلك القذائف يطلقها تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم داعش الذي يقاتل جيش في المدينة لزيادة التوتر الأمني في بنغازي وكان داعش قد تبنى على مواقع إلكترونية تابعة له يوم الأربعاء الماضي قصف منطقة بلعون في مدينة بنغازي مما أدى إلى سقوط ثلاثة أطفال أشقاء قتلى وإصابة شقيقهم الرابع بجروح ويحاصر الجيش الليبي عددا من المناطق بمدينة بنغازي ويتحصن فيها تنظيم داعش وتنظيم أنصار الشريعة وكتائب الثوار الإسلامية المتشددة وذلك ضمن عملية استعادة السيطرة على المدينة